ما الصلة بين هذا الانتشار الواسع للمخدرات خاصة في السنوات الأخيرة وقبل جائحة كورونا وما يعني هو خلالها وبين عالم الجريمة؟ ما هو الانتشار في المخدرات جريمة وحتى على فكرة بعض الدول اللي تسمح بتداول المخدرات بتسمح بأنواع معينة بكميات معينة لأعمار معينة بنسب معينة بتركيز معين يعني الانتشار في العالم كله فيه اتفاقيات دولية بتجرمها وبتمنع الانتشار فيها وبالتالي هي جريمة فبتجدي حضرتك انها كلها مرتبطة ببعض زي ما قلنا عصابات الجريمة المنظمة بتستغل مثلا المهاجرين غير الشرعيين للترويج للمخدرات بنشوف علاقات وثيقة ما بين الجماعات الإرهابية وما بين العصابات الإتجار في المخدرات بنشوف ايضا يعني محاولات كثيرة للتوزيع باشكال بتدخل شباب في التوزيع شباب يائس شباب باحث عن فرصة الدخل حتى لو غير مشروعة شباب يتم استغلاله من خلال انه يتحول الى متعاطي ثم مدمن ثم يبتدي جره الى هذا الطريق فطبعا فيه علاقة كبيرة ما بين الإتجار وما بين العصابات الجريمة المنظمة المختلفة العصابات اللي بتتاجر فيه الأسلحة مثلا الصغيرة اللي برضو بتتعاون بالتجارة السلاح اللي بتتعاون مع عصابات الإتجار في المخدرات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة